اهلاً جيداً يا أمي اليوم نكمل الـ revision لدرس الـ function سنقوم بعمل 6 في الـ worksheet given the function f of x defined by f of x تساوي x squared minus 3x minus 4 over x minus 1 مثل ما شايفين هاي دي rational function ليه هاي دي rational function لأنه هي عند الفورم الـ f of x بساوي p of x over q of x determine domain of definition of f of x مثل ما بنعرف لما يكون عندنا rational function بيكون عندنا condition انه الـ denominator تحت ممنوع يكون 0 الـ denominator ممنوع يكون 0 عشان هيك الـ x minus 1 ممنوع تكون 0 so x does not equal to 1 يعني الـ x مسموح تكون كل الأرقام from minus infinity to plus infinity معدى مين معدى الـ 1 يعني هول الأرقام كلهم اوكي مسموح فيهون وهول الأرقام كلهم اوكي معدى الـ 1 لأنه الـ 1 الوحيد اللي إذا عودته هون بيعطيني بالـ denominator 0 بيعمل الـ function undefined باقي الأرقام كلهم اوكي فالـ domain from minus infinity to 1 ونعمل open interval على الـ 1 لنقول له out عشان ما منقدر نعود فيه union الـ 1 لـ plus infinity part 2 calculate the limits the limits of f of x at the boundaries of domain هول هن الـ boundaries minus infinity وعننا هيده الـ 1 minus وعننا هيده الـ 1 plus وعننا plus infinity limit as x tends to minus infinity للـ f of x كلياتنا منعرف على الـ infinity منستعمل highest power term rule يعني مناخد أعلى power term فوق لهو x squared وتحت لهي x x squared over x طبعا وإجبارة بدنا نعمل cancellation بتعطينا x ومنعود بتعطينا minus infinity إذا بدنا نحل 2 و3 مع بعض بده بفرعة 3 الـ asymptote لما minus infinity تعطيني infinity منقول له f of x may have oblique asymptote بس بيننا وبين حالنا منكون مأكدين فيه oblique لأنه الـ degree اللي فوق أعلى من الـ degree اللي تحت بـ 1 limit as x tends to 1 minus 1 minus كمان يعني بدنا نعود مكان كل x بالـ function بـ 1 بتصير 1 squared minus 3 3 into 1 minus 4 over الـ x اللي تحت منحط 1 minus minus 1 بصير معي 1 minus 3 هي minus 2 minus 4 بتعطيني minus 6 1 minus minus 1 بتعطيني 0 minus وكلنا منعرف أي رقم على 0 يعني infinity بس minus على minus بيعني plus infinity المد منحط منحط وكل منحط منحط 1 كمان بتعطيني زيرو بلاس كما 6 على زيرو تعطيني infinity ومينس على بلاس تعطيني ماينس إذا بنحل في part 3 يعني نطلع الاسمتوت. لما رقم يعطيني انفينيتي. لما رقم يعطيني انفينيتي. بكون هيدا الرقم بمثل الاسمتوت. فانحنا هون الان سواء وان ماينس او وان بلاس اعطتني انفينيتي. علشان هيك بنقوله اكس ايكول وان از فيارتكال اسمتوت. اخر شي من روح لميت از اكس تنز بلاس انفينيتي. بنستعمل الهايست باور تارم رول. يعني الهايست باور تارم بالانيوميراتر هو اكس سكوارد و بالدنوميراتر هو اكس بنعمل اجبار الكانسلاشن. بتصير هي نفسة لمات. از اكس تنز بلاس انفينيتي لأكس. وشو بيعطينا بلاس انفينيتي ومنقوله اف اف اكس ماي هاف اوبليك اسمتوت. لانه انفينيتي كمان اعطتني انفينيتي. بنروح لبارت فور. بارت فور كفريفايد ذات اللاين دي عنده اكواشن اكس مينس توهي اوبليك اسمتوت للفونكشن اف اوف اكس. طبعا انفينيتي اعطت انفينيتي وقلنا له اف اوف اكس ماي هاف اوبليك اسمتوت. ونحنا قلنا منكون مأكدين في اوبليك لانه الدجري اللي فوق اعلى من لتحت بوان. هلا كيف بدنا نبرهن انه هيدا اللاين اوبليك اسمتوت. بنستخدم الرول اللي بتقول. المت از اكس تنس تو انفينيتي. الاف اوف اكس ماينس الوايلة دي بده تعطينا زيرو. خلينا نشوف. يعني المت از اكس تنس تو انفينيتي. هلا بدنا نعود مكان الاف اوف اكس باكس سكوارد ماينس تري اكس ماينس فور اوف 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 ا نعمل simplify. x times x هي x squared minus x minus 2x plus 2 over x minus 1. بيصير معنا الانسر limit as x tends to infinity. خلينا المينس ندخله على البركت. بيصير x squared minus 3x minus 4 minus x squared plus x plus 2x minus 2. كلها over x minus 1. بيصير معنا الانسر limit as x tends to infinity. x squared minus x squared بيروحوا مع بعض. x و 2x بيعطينا 3x و minus 3x بيروحوا مع بعض. بيبقى عنا minus 4 و minus 2 بيعطينا minus 6 over x minus 1. هلأ منعود بإنفينيتي بيطلع minus 6 على إنفينيتي. وطبعا أي رائم على إنفينيتي 0 بما أنه أعطتني true. من هون بنستنتج أنه اللاين ديه لعنده إكواشن y equal x minus 2 is oblique asymptote. بيصير 5 طالب منينا relative position بين الكيرف اللي معي ياو اللاين ديه. متل ما بتعرفه relative position قولنا بدنا نشوف أمتى الكيرف أبوف اللاين. أمتى الكيرف بلو اللاين. أمتى الكيرف انترساكت اللاين. فمنفطرة function اسمها let edge of x بتساوي الف of x من نقصهم من بعض. وهيدا الحكي حكيناه كتير. هلأ متل ما شايفيني الف of x مثل هون الف of x الوايلة دي مثل الوايلة دي. ففيني أخد الانسر اللي تلاع هون. لو مش متل بعض انتبهوا بتكون ترجعوا تشتغلوا كل شيء انتبهوا كتير مني. ومتل ما حكيتكن أنا قبل إنه relative position أكيد بدي أعمل table. عنا الماينس 6 هيدا نمبر إشارته negative ما فيه على نقاش. الـ x-1 هيدا contains x متذكرين حكية. فبقوله الـ x-1 does not equal to 0. x does not equal to 1. بيجي على التابل وبحط x. إفرام minus intimacy تقريبا نفسه domain. لـ 1 شادد لأنه does not equal to plus infinity. عنا بالنوميراتر ماينس 6. عنا بالنوميراتر x-1. وهو الاتنين بمسلول الـ h of x. وبناء على الإشارة منطلع الـ relative position. الماينس 6 هيدا نمبر. الماينس 6 هيدا نمبر شو إشارته negative. الـ x-1 هيدا linear. كيف منحط الإشارة؟ منبلش بعكس إشارة الـ L هي الرقم لحد الأكس. إشارته plus منبلش بـ minus. بس نخبط بالشادد منقلب ومنصير سام. ماينس مع ماينس هي بيعطينا plus. ماينس مع بلاس هي بيعطينا minus. لـ plus قلنا بتعني above. بس شو بدي حط بالأول؟ بلشنا f of x يعني curve. فمنحط بالأول curve. خلصنا بالـ D منحط D. الماينس بتعني بلاس. طبعا بلشنا curve وانتهينا بـ D. بارت 6. عم بيقول prove that إنه f prime بتساوي x squared minus 2x plus 7 over x minus 1 all squared. يعني بدنا نجي على f بدنا نعملها derivative. بعد ما نعملها derivative بدو يطلع معنا الأنسر اللي اعطانا إياه. فمنحط الـ f of x اللي معنا إياها. اللي هي بتساوي x squared minus 3x minus 4 over x minus 1. هيدا عبارة عن u over v. الـ u prime طبعا هي 2x minus 3. والـ v prime اللي هي 1. منيجي هلأ منقلو. الـ f prime بتساوي u prime v minus v prime u over v squared. خلينا نعود مكان الـ u prime بـ 2x minus 3. مكان الـ v بـ x minus 1. minus v prime اللي هي 1. مدروب بالـ u اللي هي x squared minus 3x minus 4. كلهم over x minus 1 all squared. بتسير معي. 2x times x هي 2x squared minus. 2x times 1 هي 2x. minus 3 times x minus 3x. minus 3 times minus 1 plus 3. الـ minus بتفوت على الـ bracket و بتغير الإشارات. minus x squared plus 3x plus 4. over x minus 1 all squared. بيصير معي. 2x squared minus x squared بتعطينا x squared. minus 3x و بلاس 3x بيروح و بيبقى عنا minus 2x. plus 3 و بلاس 4 بيعطينا plus 7. over x minus 1 all squared. بتلاحظوا الـ derivative تفتلع نفس اللي هو طالبة مني. فإذن approved وصلنا للـ answer اللي بده إياه. شوفوا بارت 7 هو جديد ومنه جديد. عم بيقول prove that إنه الـ f prime is positive. تعرف هايدي بشو بتفيتكن؟ هايدي إذا الطالب ما عارف يعمل discussion للـ f prime شو إشارتها. خلاص هو قيل له بالسؤال إنه هي positive. فإنت راح تكون عارف إنه بالـ table لما تحط الـ x domain from minus infinity to 1 لـ plus infinity. إنت بدك تكون عارف إنه الـ derivative positive. لأنه هو قال لك prove that إنه الـ f prime greater than zero. إنه هي positive. هو عم بيخبرك positive. يعني الـ f prime هي كله positive. لو قال لك negative بتكون كله negative. ولو ما قال شي ما نكون بدنا نعمل دراسة إشارة. وممكن تطلع كله positive. ممكن كله negative. وممكن يطلع positive و negative. فخلينا نشوف متل ما هو عم بيقول. بدنا نبرهن له هي. x squared minus 3x minus 4 over x minus 1 all squared. هايدي لإنه squared 100% إشارتها شو إشارتها positive. بعد عند اللي فوق. x squared مش هايدي قولنا contents x. لإنه contents x. قولنا بيقول له x squared minus 3x minus 4 equal to zero. طبعا هايدي كوادرتك وبتروح اشتغيلها باي كالكولاتر. يعني بتدخل على الكالكولاتر 1 و minus 3 و minus 4. طبعا هون زبطتها لأنه أنا نقلت الـ f فوق. هي الـ f prime x squared minus 2x plus 7. بحطها equal to zero. وهي كوادرتك بدخل على الكالكولاتر 1 minus 2 7. بتقوم الكالكولاتر بتعطيني no roots. شو يعني no roots يعني delta less than zero. شو يعني delta less than zero يعني عندها same sign as a. اللي اي شو إشارتها positive يعني هايدي كلها صارت positive. وبوزيتف أوفر positive بتعطيني positive. فصارت الـ f prime of x كلها ياتها شو positive. منيجي على الـ table of variation. ونحط هون domain of definition. وطبعا ما منعمل f prime equal to zero. لأن لو عملنا هايدي أعطت no roots. فما في شي نحطه هون إلا الـ domain. نحنا قلنا منحط الـ x لما نعمل الـ derivative بساوي zero. هايدي مش موجودة عندي هلا. فماينس انفينيتي لـ one اللي هي الـ domain. ومن one لـ plus infinity. عنا الـ f prime هو أي اللي كلها positive. ونحنا برهناها كلها positive. ولما تكون الـ f prime positive بتكون الـ f of x increase. على الـ minus infinity أعطتني minus infinity oblique. على الـ plus infinity أعطتني plus infinity oblique. على الـ vertical asymptote اللي هي one. على الone minus أعطتني plus infinity. وعالوان بلاس أعطتني minus infinity. بس كنت بدي حط ملاحظة. بس للطلاب يلي بيعملوا الـ table بالتفصيل. بس لأنه في طلاب قالوا لي بيعملوا الـ table بالتفصيل. حطينا الـ domain. وما طلع عنا لما عملنا الـ derivative positive root. فما منحط شي تاني. منحط هون الـ numerator تعيط الـ derivative. لو ما كان قيلنا positive كيف راح تعملوا. x minus 1 all squared. ومنهم بيستنتج الـ f prime. هايدي كوادرتك الدلتة لأ الـ less than zero. فكلها same sign as a. الـ a positive صارت كلها positive. x minus 1 all squared. هايدي لأنها squared بتصير كلها positive. بلاس مع بلاس بيعطيني plus. بلاس مع بلاس بيعطيني plus. ومتل ما انتو شايفين. هايدي طبعا للطلاب. يلي قدراتهم بالمثة شوي محدودة. بيشتغلوا بالتفصيل. بعد ما رسمنا الـ table of variation part 9 draw the curve C and D. بنعرف لنرسم الـ graph. بدنا نحدد أول شيء الـ asymptotes. اللي عندي أنا oblique asymptote. وعندي vertical asymptote. بنشوف إذا عنا maximum. أو minimum. ومنعمل particular points. وآخر شيء من روح بنرسم الكرف. خلنا نبلش بالـ asymptote. لدينا oblique y equal x minus 2. متل ما بنعرف. بناخد values للـ x. مثلا x equal 0. بنعوضها هون. بيطلع عنا y equal 0 minus 2. بتعطيني minus 2. فهيدي 0 minus 2. x equal 1. بتعطينا y equal 1 minus 2. هتعطينا minus 1. يعني 1 minus 1. مثلا x equal minus 1. بتعطينا y equal minus 1 minus 2. يعني minus 3. يعني minus 1 minus 3. خليني هو نروح أعمله نبلوت. ووصله مع بعض. هايدي 0 minus 2. وعننا على 1 minus 1. وعننا على minus 1 minus 3. عننا مثلا على 2. لما نقول 2. x equal 2. وبتعطيني y equal 0. هايدي. بنوصلهن. وهيدي بيكون معنا الـ oblique asymptote اللي مطلوب مني. هايدي الـ oblique. بعد عند الـ vertical اللي هو x equal 1 vertical asymptote. x equal 1 vertical asymptote. هايدي x equal 1. عملها هيك. فهيدي vertical. وعملها زي شادد. مثل الـ tabel. هايدي vertical asymptote. هيك بعد ما خلصنا الـ asymptote. الماكسيموم والمنموم طبعا هون ما عنا. لاحظوا الـ tabel of variation. هايدي x equal 1 vertical asymptote. هاي خلصت. هايدي ما عندي particular point. مناخد اول شي الانترسكشن مع الـ y axis فمنفترض الـ x equal 0 منعوضه بالفونكشن الاساسية تطلع معي الـ y 4 يعني 0,4 1,2,3,4 هاي particular point. واخدنا الانترسكشن مع الـ x axis الـ x axis لما ناخد منقله y 0 منحط مكان الـ y 0 هون منعمل cross multiplication بيطلع x squared minus 3x x minus 4 equal 0 هايدي كوادرتك على الكالكولاتر مندخل 1 minus 3 minus 4 بتعطين الكالكولاتر 4 و minus 1 يعني لما الـ x 4 y 0 ولما الـ x minus 1 طبعا الـ y 0 فمنعين 4 0 1,2,3,4 هايدي 4 0 وعننا minus 1 0 هايها اخدنا زيادة نقاط بعد الـ 1 اخدت انا 2 وقبل الـ 1 اخدت الـ minus 1 فلما الـ x2 عودت بالـ function الـ y minus 6 على الـ 2 1,2 أعطتني minus 6 minus 6 يعني minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 هاي دي عدتوه واخدت الـ minus 1 اعطتني 0 هايها محطوطة خلينا نرسم الكارف بالنسبة للكارف نحن عنا 2 أرس خليني بلش بأول أرس شوفوا كيف حقرة بلش من oblique minus infinity يعني oblique من تحت عرفتو كيف خلص vertical plus infinity vertical plus infinity فوق طبعا من جهة الشمال فبلش oblique تحت خلص طلع vertical فوق طلع vertical فوق هيدا oblique تحت هيدا vertical من فوق بس بدتو تمشو من هون لهون وانتو عم تمشو تمرقوا بالـ particular points هاي هون oblique تحت مرق بالـ particular point هي كلها increasing مرق بالـ particular point وطلع vertical فوق منجي السهم التانية شوفوا كيف رح اقرأها اقرأوا مثلي بالكلمات vertical minus infinity يعني vertical من تحت طلع للـ oblique plus infinity plus oblique plus infinity فوق يعني السهم التاني vertical من تحت من جهة اليمين طبعا صورنا هون احنا لاحظوا هاي الشادد وراها بلشنا هاي الشادد هبلش من وراها من جهة اليمين هبلش vertical من تحت اطلع oblique فوق وامرق بهول particular هاي vertical من تحت هاي ما رأت بالـ particular وهاي وصلت على الـ oblique فوق وهيدا بيكون الكارف سي للـ function f of x وهيك بيكون خلاص سؤال رقام 6 يعطيكن العافة اشتركوا في القناة